سباح الخير سباح الأنوار عليكم كاملات ان شاء الله هذا الفلوك جديد يلقاكم في صحة جيدة يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله هم منصر إخواننا المستدعفين في غزة وفلسطين وشدة عليهم يا رب ان شاء الله رب ينصرهم ويكون معهم في هدل أيام المباركة الفلوك تعليهم لبنت متنوع متنوع كيف تحبوا فيه الخرجات فيه تنظيفة خفافك الأخيرة تقدروا تقولوا زعمة آخر تنظيفات لشهر رمضان المبارك ومع هذا الشتيوى الله الله اللهم غيثا نافعا إن شاء الله لا ظارا هنا يشوفوا البنات مع الصبيحة ما شاء الله كانت شتيوى وش نقول لكم قاوية إن شاء الله وكاين هذا كله تاغم مع بلكم الزوج ديالي أكره ما عنده كيقولوا له موفيطان زعمة الخدامين تواهولي يقولوا موفيطان حبسو لا يقولوا هم ما تفهمش معكم على هدل كلمة موفيطان ماشي ملي يقولوا شتاء خير ربي المهم صح ما نقولوش موفيطان أنا كي نقولو نقولو بوتان ماشي موفيطان المهم الحمد لله على هذا الشتيوى كنا يعني محتاجينها فريمون كنا محتاجينها هنا أغلقت كامل بالكون اليوم مفتحت ويل وهذا النهار تعيش تيوى ماشاء الله هنا صادف ثمانية وعشرين فيفري دونك هنا درتلقي وتاعي الزوج ديالي كان خرج مع الصباح يعني أخرج في الظلمة تلمو اللي كانوا عندو شغالات هذك النهار وممتون باشي عاود يولي اللي عندي تمتم هناكي ماشتو عاودت درتلقي وعاكا قاعت بها راسي درت إسبريسو وحطيت بها المبرجا ومقروط اللي خدمتهم دونك المبرجا هذيك وتخدمتها للعرضة ديمار ينقلكم العرضة أشوفوا البند ما زل ما درتش المونتاج للفلوغ العرضة ولا الفيديو تاعت شعبينا اللي درتها في داري دونك هني سن هكا في مقاطع يتوني منه ومنه عند خياتي ومبعد نديلكم المونتاج ونحط الفلوغ إن شاء الله يعجبكم وكيما طلبتوه مني إن شاء الله يكون عند حسن ضمنكم وتستفادوا منه بإذن الله شوفوا لي هنا كنت بديت تنظيمة خفيفة لطول اللي يجي المسوي كنت واجدوا كل شي يعني كيما كيارج وهادي كنت واجدوا غاستبر كي عيض لي نلبس ونحبط لعندو فغيما كانت شتاء هاي لهذا النهار ونحب أنا البنات أجواء الشتاء نحب نخرج في الشتاء ونتشمخ مبسح مال قريسة أفضل يعني الفوصل المفضلة عندي هو الصيف الصيف أنا نحبه بسكو يعني جايش الفوصل اللي نزدت فيه وممتوا يعجبني فيه التحواز فيها يجسمة مكنة حاجة رايحة تمنعكم باش تخرجو مصباح العشية يعني بالنسبة التحواز والله هنا يكون جزت كامل على الكادر اللي كين في الدار أكاد ينسوهم البنات يرفضوا الغبرة تقولوا ما تشوفو هما ما تقولوا ما فيهم والو يولله غير يرفضوا الغبرة بالبزاف كانت هذي آخر حاجة أنا لحيوط ما نخسلهم ش البنات نخاف بس نخاف زعم كنكتر لهم بروديو مع أن أنا منحب نستعمل بروديو القاويين ندير لهم يعني غير شيفو نبرك في هاك بروديو يريح شباب و ينحي جغب وقاع خفيفة مي باش ندير جافال مش يمليح جافال على سبيغة هذي عفوا رايحة تفسد مع الوقت لازم نحافظ على كل حاجة كينا في البيت هذي هي البنات قط لكم جزد كامل على الكادر على الدريس سورته قط لكم هو المضرب اللي نستعملوه بزاف كيف أنا كل دقيقة يتصبير وكل دقيقة نمسح للغبرة ديالون نتوا هي بخون تخليز نبغا يعني نور مال كما الغرفة النوم يعني مالصباح يعني من ولي لها شاحت لعش صورت لما كانت عندي خرجة وليس ما ما نسحق ش نستعمل فيها كاش بردوية ولا تسمحت العشية باش لقاوني عاود خلت ليها غلقت التاقة ولا عفصة المهم زيت كملت هنا باللوتاب كانت ثاني مغبر بس مقابل التاقة تعد دريسينج دير اكتمو لغ كنت مسحت بطبع هكدو نوجدو هيا هنا يا لبنات كانوا بزاف هكا سقساوني عليه هنقول لكم هاد هاد الطاب هاد بزاف بزاف شباب ومشي غير طاب هكا تجرو فيه وخلاص في همام هاد كالعفسة تعل شد البطن كاش نهار يعني نديلكم عليها فلوغ مشي فلوغ يعني نديلكم عليها تفسيرات ولا إجابة على اللي حبين يشرو لامارك اكتيف هي الميور نورمال موفي اللي طاب قلت لكم فيه بزاف بزاف عفايز ستستفادوا منهم مشي غير تجري وخلاص هنا افتحت كما قل لكم وجد هنا جيت البنكات هاد تاني لا يبارك ترفض عندها ما ترفض لغبة برصرت و في هاد البطن اللي فيها ولا هاد القفالي اللي فيها انا دايما ها تصيبوني سواب الاسپيراتور سواب هاد الفرشات هادي اللي نحبها عبركم تنحي لكم تخيب الغبار وكل عجزت نجبي الاسپيراتور كانت هذي مقابلتني قلت نكمل بيها شغل تاعي وممز داخل نتوايت وغير بيها برك عشا كفاء نرفض بيها الغبار نروح ننفض ونعاود نولي المضرب وحد واخر والداخل تاني نتوايت البونكات بس كو ديرا فيها تاويل تاع اصل حاجة ويعني حاجة منظمة انا احب ما على قلبي البنية التنظيم نحب التنظيم وكل حاجة تكون في بلاستها انا ضد 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 ديز انا عدم التنظيم ما نقدر لوش ومدابية اي حاجة نرفضها تعاود ترجع لبلاستها تمتم منحب شاكايا قلت لكم حوى يجمر مين ولا قلبي ما يتحملهم ش علو هنا كملت بليكة ضغط على الدخلة ولا تعصاص اللي عندي دونك تمت انا مسحت كامل البوسيار كنت اختصرت لكم شوية درت الباختير بيان سيو بالأسپيراتور المهم كم يقولوا كان عندي هاكا شوية وقت واحدة السوية ولا سوية ونص كنتكملت فيها هاد الشغل الخفيف وهاد واخر كما يقولوا اللماسات يعني لسيدنا رمضان وبين باللي اخر يومين ثلث يام رايح نعاود دور هاكا خفيفة على الدنيا هادي يعني تكون كترة تنحات كما يقولوا التنظيفة العميقة انذارو الحمد لله وهنا يعني ممزلش بزاف الرمضان لازم نكونوا واجدين له بقلبنا وبنيتنا له كتر من الشغل نكونوا هاكا نحينا هادا الشغل نحيناها على جه ويقعد هاكا نتحضروا كيم يقولوا نفسيا وقلبيا لاستقبال الشهر الفاضل هنا البنات تكن ولا المسيو وطلعنا الالجي لديدو شمورات فهينا شغل بتاعنا ومبعد هنا في الروتور جزنا عندني هذا عش الملك وفالا نيت أنج اللي جايتم بغير فديدو شمورات كنا دينا واحد الكادو وفالا وحبيت هنا نزيد نعود ندي لكم تور فيه بس كيشوفوا البنات هادا عنده كلش من كما يقولوا من البرا حتى الحاجة كبيرة اللي يسحق هالبيبي وتسحق هالأم ثاني دونك عنده كلش والأسعار مليحة أنا شحل من خطر تشري منها الأسعار تعجبني وكي تكوني هكا توجدي ولا تجي ديركتما تشري كلش يعني ديري لليس تعك وترفدي منها كل حاجة وتتهنيج وتدي كلش أنا نحب هكا كنروح لحانوت زي ما بيش نقضيك شحاجة ولا نلقى كلش عندو هكا نرتاح نجيب كلش ونجي رايحة وممطوق هن يستعملوا هديك لكا اخت الدهبية والبطاقة الدهبية باش تخلصوا هكا تحبي تشريح حاجة وما تكوني شري فدا ولا مكاش ما خير البطاقة الدهبية تساعد خير وخير هن شوفو كل قطلكم كل حاجة كاينة تلقا مملي جوي من صغيرة حتى الكبيرة مرخيصة حتى الغالية دي جوي بزفزف شابين عندهم من كلش فغير ومن كلش صح هن دي جوي سعر تحهم شوية مرتفع كما هدي مليون وربعمية وخمسين الف وهدي تعني كيف كيف دي سات ميل دو سان سي كونت مليون وسبعمية وسبعمية وعشرين المهم عندهم كلش هدا هو لسانسيال فاش يعجبنا كسو نديرو كادوات ولا نشري وحفايز المهم هدي المفضلة عندنا وكي نكون هكا شغالات في ال جي ولا دايما نحب نجوز عندو هكا نشوف جديد المهم ربي يرزق إن شاء الله كل وحدة رحمة من يد الرياض صالحة ربي عمر حجرك يختي هدي شوفوا ليش حشابين عفايز تعدل صغار باش الله عباكم يشاهي ويشاهي وتقول نديرو هكا ديكور برك ما استعمل لهم مهم عندهم من كل شميم هدو الكابات الصغار اللي تستعملي لهم تكون خارجة ولدي في ها لكوش المهم هدو عندهم بامال دو موديل ويقول لكم تاني بالنسبة أعجبني يعني السعر تاحهم مليح بين الغالي ورخيص وبلك يكون يعني في متناول الجامع ما شاء الله يعني الخير كاين والله شوفوا الخير كاين في بلادنا دي وانا نقول المسيو نقول أي حاجة يعني سحقوها نلقاوها في بلادنا عليك وعلى دراهم كما نقول ترتقي البورتموني تاعة كبرك سيداتي وتلقايق وشحبيتي كما هاد لباك شحال شباب أعجبني السعر تاحونا مامو 300 وعفصة المهم هادا هو البنات التور اللي درتوا معاكم في هاد المحل الرائع هنا البنات كنا حبطين للباكينج وين قارينا طنوبيل دينا وطلعنا أهلا شوفوا البنات بالنسبة للشغالات في الجي دو بريفيرونس ولا من الأفضل إنكم تقاري وطنوبيلاتكم في الباركينج اللي كينين سوى تعبيزي سوى آغاس وهذا كتاع الشامون كما الكبير المهم شغال من الأفضل إنه تروحوا أبي تقاري وتروحوا أبي ولا ديركتمو تقاري وكما نحن نديرو هنقاري في الحراش ونطلعوا في الميترو أحسن وإحسن الميترو تفريو به بزف بزف شغالت هنا كانت واحد السيركولاسيون قدام لغونت بوست كانوا دارين واحد المعارض الجزائر ملحقناش يعني كانت في الجيه الأخرى وإحنا كانت طريقنا رايحة نديكم لبناء تأكلوا معنا الحوت ودفا كين نتوحش أنا والمزيو الحوت فريشكا نروحوا ديركتمو لأبي شري ولو هنا كنا حبطين وشو نقول لكم السيركولاسيون بس كو قلت لكم صادفت 28 فبري هاد الفلوغ يعني النهار أفا ولنهار قبل هذيك القمة تاع الغاز اللي اندارت في في الجزائر هنا البنات أنا الطريق قريب نلحقو لأبي شري حبيتها كنصور لكم الأجواء كيفاش كانت مغيمة هنا كانت شكامل تصب ميوم بعد نقول لكم انطلقت ضربة واحدة محبس تشقع الحمد لله يا رب الحمد لله حمدا كثيرا هالوغ هذي هي بالنسبة للناس دايما نقول لكم اللي في الغربة نسيوا ونحاولوا دايما أنه نجيبوا لهم مقاطع من جولاتنا في البلاد مشي غير في الدار في الدار هالوغ اللي تقدر تخرج وتصور يعني برها متصورش العيبات كيما نقول وتصور هكا الأجواء في العاصمة في مناطق واحدة وخرى سرتولي في الغربة كيما قلت لكم معايا بزاف بنت هكا مغتربات ولم تغربت على بلادنا نقول لهم بالك هاد اللقاطات وهاد الأجواء رايحين يعطيو لكم شوية لحانين وتتفكروا بلادكم إن شاء الله تعودوا وترجعوا ليها سالمين غانمين يا رب وترجعوا ديفي نتيز ما وعلى شلالة مكاش قد أرض الوطن ومكاش قد بلادنا العزيزة أرض شهداء الطاهرة هنا لحقنا لبناء تلادي سيناسي نتيحنا اللي هي هاد الغيستورون اللي فلابي شري وسموه نورمال مصيد إبراهيم هدا هو الميور اللي دايما نحبو ناكلو عندو الأكلات البحرية كيما راكو تشوفو هنا كاينا بغيتي باسكو يقالنا اليوم جابوا مالغري كان يعني شتا دير حالمي صيدو وجابو كروفت فريشكا هنا كان دمون دالي الزوج حميز والاروية هديك وصوب ده بوصون بنينة شوفوا مع البرد ديكم ماشي غر بنينة أنا قطلوا ما نعرف إلا هي صح بنينة ولا أنا بردانا اللي جاتني كبنينة المهم فريمان غيستورون هاي القطلكم يدير رحفيس بزاف شابين هادي هي هنا بدينها بسوب ده بوصون جابنا موخيتو لجوت على القارس شوفوا للبنات هنا الشتاء دير تحالا وهنا كان فاتحنا كامل هاد البالكون يتسمى تاكلوا وتستمتعوا بهاد الأجواء ماشاء الله حطا دونك هنا كملنا جابنا الفريت وجابنا الكروفت درنا ها انصص انتير وانصص وجابنا الكالامار مقطع كالترانش صغار بزاف بزاف بنينا الماكلة وهنا هاد الكروفت روايال راه يدير 11 مياه يماجينيو البنات مليون ومياه للكيلو كما قال الزوج هما يجيبوها بسعر وكيل لحقو هنا لحساب الطياب ويحسبو لك المهم تطلع في السعر ميوشنو ما شاء الله كبيرة قطلو للمحمد قد الكفد يا لي الوحدة حبا كروفت قد الكفد عيدي ما شاء الله مهم كلينا وشبعنا خلصنا حوالي 800000 هكاك بس كيما درناش كروفت كامل درنا نص نصب لك واحدة من بارطل المهم مع اللي لي سوب وكل طلعت انها هذي كسومات 800000 هكاك هنا العشية كامل كنت خلنا للدار واحد دفا قلت له بره البرد وفي الدار دفا ما شاء الله حبيت نصوركم هنالأجواء في الليل اشتام حبيت تحبس الحمد لله هذه هي البنات وهذا هو الفلوك تاعنا لنهر اليوم إن شاء الله يكوننا لعلى إعجابكم ومننا الفلوك قادم إن شاء الله قريب نقولكم تهلا وفي رواحكم ونتلقوا بخير وعلى خير يا رب العالمين